إلى الشان السوداني حيث أعلنت قوى الحرية والتغيير عن عقد اجتماع لمدة يومين في القاهرة لبحث الصراع في السودان وكيفية تحقيق انتقال ديمقراطي وسلام مستدام في البلاد بحسب بيان أشيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر هذا الاجتماع هو الأول لقوى الحرية والتغيير منذ اندلاع الحرب ويأتي بعد مرور مائة يوم على اندلاع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع هذا القتال الذي أسفر حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة ألاف شخص وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين سوداني هذه أبرز ما حدث في المائة يوم منذ اندلاع الاضطرابات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل نيسان بعد أسابيع من التوتر المتصاعد حول خطة ترمي إلى تسليم السلطة للمدنيين يندلع قتال عنيف في الخرطوم وتقع اشتباكات في عدد من المدن الأخرى بعد ذلك بيوم أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة التوقف مؤقتا بالنسبة لعملياته في السودان وهي الأكبر على مستوى العالم بعد مقتل ثلاثة من موظفيه من بين عمال إغاثة آخرين قتلوا في الساعات الأولى من القتال وفي الخامس والعشرين من مايو أيار وافقت الأطراف المتحربة في السودان في جدة على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام يهدف إلى إفساح المجال لإيصال المعونات الإنسانية لكن الاتفاقا تهك من كل الطرفين بعد ذلك بأسابيع بدأت مصر وساطة جديدة بين الأطراف المتحربة في السودان في قمة لدول جوار السودان في القاهرة الوضع الإنساني مزرن جدا في السودان هناك أكثر من تسعة عشر مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومن المتوقع أن يزداد هذا الوضع سوءا مع استمرار الحرب معنا مصباح أحمد القياد في الحرية والتغيير ورئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي أهلا بك أستاذ مصباح دعنا نتحدث عن أجندة هذا الاجتماع الأول لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وتحية للمشاهدين نعم ينعقد اليوم اجتماع مهم لقوى الحرية والتغيير وهو الاجتماع الأول الذي ينعقد بعد اندلاع الحرب وبعد المضي مئة يوم على اندلاع هذه الحرب اللعينة هذا الاجتماع تأتي أهميته بعد الجولة الدولية التي قامت بها قوى سياسية من ضمنها قوى الحرية والتغيير وتهدف إلى توضيح رؤية الحرية والتغيير للأطراف الدولية الفاعلة والتي لديها مبادرات معنية بالشأن السوداني فيما يتعلق بإيقاف الحرب هذا الاجتماع سيناقش نتائج هذه الجولة أيضا سيناقش رؤية الحرية والتغيير لإنهاء الحرب واستعادة المسارة الدموقراطي وإعادة الإعمار ستكون هذه هي الأجندة سيناقش الاجتماع عدة أوراق في هذه المجالات وسيخرج بإجازة لهذه الرؤية ومن ثم سينطلق لتواصل مع كافة الفاعلين من القوى السياسية والمجتمعية الموجودين بالخارج لبقية الوصول إلى توافق سوداني لتصميم عملية سياسية شاملة تستعيد مسار التحول المدنة الدموقراطي وتدعم مسار قافة الحرب وتحقيق السلام في السودان تتحدث وكأنه إذا تم التوافق بهذا المؤتمر فما سيتم التوافق عليه سيكون قابلا للتطبيق ما الذي يجعلك متفائلا إلى هذه الدرجة إذا كانت كل دول جوار السودان حتى الآن لم تستطع أن تمون إذا أمكن التعبير بالعامية على طرفي الصراع بوقف هذا القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات لم تتمكن أي من القوى الدولية والإقليمية وتحديدا ربما وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بالقيام بذلك نحن ندعو لتنسيق الجهود الدولية فيما يتعلق بالمبادرات المطروحة إذا كانت المبادرة الإيقاد أو جهود الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجوار السودان وعلى رقص ذلك مبادرة جدة ندعم هذه الجهود وندعو لتنسيق لتكون المظلة موحدة حتى تدفع بعملية التفاوض لإيقاف الحرب بصورة جدة للوصول إلى إنهاء هذه الحرب طبعا مسار جدة نحن ندعمه بصورة أساسية ونعتقد أن التفاوض حول إنهاء الحرب يجب أن يتم تسريعه بصورة أكثر إيقاعا حتى تتمكن أو نتمكن من دفع الطرفين إلى إنهاء هذه الحرب طبعا تناشد الحرية والتقيير وتتواصل بصورة حسيسة مع الأطراف الطرفية الحرب وكذلك التنسيق مع الأطراف الدولية التي تمضي في هذا المسار سواء كان الإيقاد أو المبادرة الجدة أو دول الجوار وهذا الاجتماع أيضا سيقدم رؤية الحرية والتقيير لإنهاء هذه الحرب للأطراف الدولية المعنية بهذه المبادرات وكذلك أيضا يطرح رؤية سياسية للحل نحن نعتقد أن القضية السودانية حلها يجب أن يكون سياسيا لأن القضية مصدرها سياسي ويجب أن تكون هناك حلول سياسية جزرية للأزمة السودانية تناقش كل جوانبها وتشاركت كل أطرافها السودانية هذا أساسي ثم بعد ذلك ننتقل لمرحلة لاحقة لمرحلة كيفية إعادة الإعمار في البلاد شكرا جزيلا مصباح أحمد القيادي في الحرية والتغيير ورئيس دائرات الإعلام في حزب الأمة القومي